أكد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أن دول التحالف العربي قطعت مع الحكومة الشرعية شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب والتصدي للمشروع الإيراني واستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على وحدتها واستقرارها وتمكن الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وأشار هادي بمناسبة احتفال بلاده بمرور الذكرى السنوية 27 لقيام الوحدة بين الشمال والجنوب أشار إلى أن اليمن ستظل سياجا منيعا وحاميا لدول الخليج والدول العربية والعالم وعدم تحولها إلى قاعدة إيرانية لابتزاز الجيران وتهديد العالم في سبيل وهم مشروعها التوسعي الزائف عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية بهذه الكلمات العميقة وعلى ألحان مضامينها العربية نشأت أجيال خيرة على أرض الجمهورية اليمنية الشقيقة تملأها العزة وتحيطها الكرامة والوفاء والوئام يرددونها في كل يوم وفي كل عام إحياء لوطنهم ومواطنتهم التي تقف درعا منيعا وحصنا صامدا ومصرا بكل شرعيته وقانونيته على حق أبناء اليمن بأن يحتفلوا في كل عام بعيدهم الوطني المجيد وأن يعيشوا على أرض يمنهم آمنين مطمئنين غانمين الوحدة من خلال مساندتهم لوطنهم الذي لم ولن يقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يخضع لأي تدخلات عبثية وتخريبية من قبل من بات لا يأمن منهم وطنهم ولا أبناؤه الأوفيها فاليمن اليوم صامد ويسلك درب النجاح تمر عليه الذكرى السابع والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من شهر مايو المجيد وهو اليوم الأغر الذي حقق فيه اليمنيون أكبر منجزاتهم التاريخية بعد كفاح طويل وتضحيات جسيمة للوصول إلى هذا الهدف الذي كان أحد أهم أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين هذه المناسبة العظيمة التي أعادت اللحمة إلى شطري اليمن بعد أن ضل هذا حلم لكل أبناء اليمن وتحقق في هذا اليوم العظيم ورغم كل ما ساد الفترة التي لحقت السابع من يوليو أربعة وتسعين من تشويهات ومن أخطاء وسلبيات فإن هذا اليوم يظل عزيز ويظل يعني مرسوم في وجدان شعبنا وشعبنا قادر على تصحيح كل الأخطاء والسلبيات التي سادت مرحلة الوحدة إيمان أبناء اليمن يتجدد كل يوم بأن اليمن الواحد أرضاً وتقافة وهوية وحضارة وتاريخاً سينتصر على كل النفوس المريضة وسيحافظ على بلده كما أرادها لنفسه وكما أرادها الله من قديم الأزل بلدة طيبة ورب غفور القوى الحاقدة والقوى المصرة على أن تظل مسيطرة على مقدرات الشعب اليمني أن تنقلب على هذا الحوار وعلى مخرجاته وأن تستولي على السلطة بقوة السلاح وهو الأمر الذي استدعى من الأشقة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية أن تنجد الشعب اليمني الشعب اليمني العظيم الحر والأبي على امتداد ترابه وفي كل شبر من الأراضي اليمنية استحق تحية الاعتزاز لصموده التاريخي والتفافه حول دولته وجيشه ومقاومته مقدمين أسمى صور الوفاء لوطنهم بهدف ضمان عدم ترك وطنهم ووحدته فريسة بأيدي من يضمرون له الشر وبذور التدمير والتخريب سواء لمصالح أو مكاسب شخصية أو خدمة لأجندة إقليمية وتحديدا إيران وأوهامها بالسيطرة والتوسع يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين